رح ننتقل مع الدكتور أسامة أحمد دكتورنا هو طب وجرحة الفم والأسنان حديث جدا مهم رح نتطرقه حتى على المركز الطبي كيف تعرفون المعايير واختيار الصح الثقة وحتى طبيب الأسنان دكتورنا شخ بارك إن شاء الله بخير أهلا وسهلا نحياكم الله جميعا وقدم لكم تحية وللمتابعين عبر الأثير يطيق ألف عافية دكتور بدأينا حابين نعرف إيش هي معايير اختيار المركز الطبي يعني يكون فيه ثقة لها يعني هنا ما شاء الله المراكز الطبية الخاصة لأسنان انتشت كثير احنا ما عارفين مين نختار الصح بالأعمال الصحيح اللي هناك متواجدة الثقة اتجاه هذا المركز صحيح سؤال جدا مهم صراحة وكثير من الناس تذكر السؤال هذا كيف أنا أعرف الدكتور الثقة كيف أعرف المركز الثقة في معايير كثيرة نقدر كمريض كمراجع عادي ما يعرف المعلومات العلمية ما يعرف المصادر حقتها كيف يبغي يتأكد أن المركز هذا ماشي على أعلى المعايير الجودة أهمها طبعا التعقيم الأدوات كذلك الطبيب اللي يمشي في خطة علاجية مع الشخص بناء على أشعة شاملة ويشرح للخطوات من إلى ويكون مدرك تماما المشكلة اللي موجودة الطبيب اللي يسأل عن الأعراض اللي تيجي للمريض لازم يكون واعي الطبيب للأعراض هذه خلينا نتكلم بشكل بسيط أنه مو مثل بعض المرضى مثل ما يقولوا لي أن الدكتور والله اليوم خلالي درس العقل وما أعطاني أي تعليمات تجيني كثير في تويتر رسائل الدكتور أنا اليوم خلالي درس العقل ما أعرف إلى الآن عندي نزيف طب كيف أنت ما أخذت التعليمات بعد الإجراء نقطة جدا مهمة إحنا نغفل عنها الطبيب اللي يعطيك التعليمات بعد الإجراء اللي يعطيك التعليمات قبل الإجراء اللي يشرح لك الإجراء من إلى ويوريك فيديو له ويعطيك الوقت الكافي للإجراء هو أنت راح تكون متأكد أنك بين إيديا ثقة يعني أنا حين أقيس المركز الطبي بالطبيب المتواجد هناك واللي فاهم شغله وكيف أن يكون كيف راح نعرف أنه فاهم شغله هنا المشكلة كشخص عادي ما راح تقدر تعرف لكن زي ما قلت لك لو الطبيب كان حريص على الوقت مع المريض وما يهم الوقت من ناحية عدد المرضى للأسف في بعض المراكز ممكن تستقبل 20-30 مريض للعيادة الوحدة في اليوم الواحد ما هو منطقي أنا صدقة ما أستقبل 8-10 مرضى في اليوم حتى لو كان في مرضى تحتاج موعيد الموضوع له علاقة بالجودة لازم أتأكد أني أنا أخذ أشعة قبل الإجراء أشعة أثناء الإجراء أشعة بعد الإجراء لذلك أنصح الناس أنهم يبحثوا ويتحروا بشكل كبير قبل لا يروح للمركز يتأكد أن المركز قاعد يضم طاقم طبي ويضم أسماء كبيرة مو شرط يكونوا متخصصين أهم شيء أنت تكون بين يدين طبيب يحرص على أن يسوي لك خطة علاجية من إله حلو جميل جدا دكتور راح نأخذ كذا بريك مع عبدالله نغير جونة معلومية الجديدة وكذا راح نكمل حوارنا معاك جدا مهم الصراحة خليكم وانا مستمعين ومشاهدينا دقايق وراجعين دكتور بأننا نجمنا طاري المركز وكيف الواحد يكون يعرف معايير الثقة تجاه هذا الطبيب وخاصا في مجال الأسنان كيف من ناحية التوعية؟ هل مثلا تشوف الدكتورنا ما يصير عنده توعية بشكل كبير؟ يكون فيه ثقة تجاهها وننتش رأيك؟ طبعا التوعية في السوشيل ميديا جدا مهمة الآن لأن السوشيل ميديا هي الأداء حقتنا في الآصر وعن طريقكم كذلك المنصات العالمية مثل الراديو والتلفزيون إلى الآن فيه ناس محبين أكيد لإذاعتكم وللبرامج شكرا فالطبيب اللي يتكلم عن التوعية ويهم التوعية أكثر من الإجراء نفسه وأكثر من حرصه على وجود المراجعين في العيادة ويسوق لنفسه بطرق مباشرة أو غير مباشرة طبعا جدا مهم موضوع التوعية توعية جدا مهمة في مجالات الطبية كلها هي اللي تخلي المريض فعلا يثق أكثر في الطبيب أنه هو فاهم في الإجراء فاهم في عمله وحريص على صحة المجتمع حريص على المشاكل الصحية أنها تبدأ تقل نسبة التسوس في السعودية أكثر من 90% أكثر سووا عند المدارس في السعودية هذه النسبة عدخذوها شافوا بشكل كبير معنا فيه توعية ما شاء الله لأشوف لكن لازم يصير أكثر أنواعي من الأب والأم على أول قبل أطفال أنا ممكن أصدمك نسبة التسوس في السويد توقعي كم سويد حجبت يعني مو معناته أننا أحنا وين والسويد وين ليش لا أحنا قاعدين نسوي الإجراءات الآن في المملكة في العيادات نفس الإجراءات التي تسوى في العالم كلها وعلى أعلى مستوى لكن التوعية تنقصنا في المدارس مع الأهالي مثل ما ذكرتي بشكل عالمي المشكلة هذه السويد نسبة التسوس 0 إلى 1% تتأرجح لكن دائما ثابتين على الصفر بالمية ما عندهم تسوس التسوس مرض مرض عالمي في الأسنان للأسف الناس تعتقد أن التسوس مجرد تصبغ ويروح بالتنظيف التسوس إذا تطور إذا تطور لمراحل متقدمة يوصل للعاصب والخراجات ممكن يدخل كثير تكلمت على موضوع والناس تخوفت منه أن مشاكل الأسنان ممكن تؤدي للعناية المركزة صح صح فكثير حالات تجيني والله عبر السوشيال ميديا أنه يا دكتور أختي جاه انتفاق وصل للعين ودخلوها المستشفى وتنوهم حتى للإذن يوصل إلى التنفس تنصل تهدد مراحل الحياة هذا التسوس فليش طيب تتوقع في السويد 0% لأنه بدأوا من المدارس قاعدوا بحدود 10 إلى 20 سنة يوعوا الأطفال الطفل لما يكبر صار يعلم أهلا وهكذا فاشتغلوا على المدارس أكثر شيء صار فيه عيادات في المدارس يعني نقدر نتكلم الآن ونوصل صوتنا عبر الإذاعة لو زارة الصحة إذا كان فيه إنشاء عيادات أسنان في كل مدرسة احنا صرنا حريصين أكثر على صحة المجتمع وقللنا نسبة التسوس بشكل كبير جدا صحيح تنمرها نقطة مهمة ذكرتها دكتور أسامة طيب خلو نروح دكتور حول الضمان يعني هل صحيح في شيء إثم ضام مدى الحياة على العلاج أو تجميل الأسنان يحنا قدير نشوف إعلانات عنها للأسف الإعلانات في السوشال ميديا كثير منها مظلم موضوع ضمان مدى الحياة هذا ماهو صحيح تماما الجوال اللي احنا نشتري ضمان حقه سنة سنتين الغساة للسيارة لها ضمان معين هذا مقصدي كيف أنت تضمن الصحة الأسنان بالذات مرتبطة بصحة الجسم اللي عنده سكر مسكين يعاني من الالتهابات في اللثة طب أنا لما سوي لك تلبيسة أو تركيبة أو حشوة أنا عني ما أعطي ولا ضمان ثقتي في عملي هي اللي تعطيني أكبر ضمان إذا في أي مشكلة أنا من نفسي رح أصلحها لا يحتاج أن أضمن لك التلبيسة هذه مدى الحياة طب فرضا كسرت منك كسوء استخدام مثلا فرضا جاءك حالة صحية تؤثر على الأسنان فرضا استعملت أدوية تؤثر على صحة الفم والأسنان كيف رح أضمن لك مدى الحياة؟ يعني هذا الإجراء يعني من العناية من الطبيب ونفس المريض أن يكون عنده توعية نفسها صحيح كيف رح أضمن أن المريض رح يعتيني في أسنانه؟ أنا أعلم المريض يعني الحمد لله الآن سويت إحصائية على مرضاي أكثر من ثمانين في المئة الحمد لله يلتزموا بالتعليمات في عندي نسبة عشرين بالمئة أنا متأكد وأنا أشرح له كيف طريقة التنظيف بالفرشة وخيط الأسنان متأكد أنه هو كيرلس ما رح يلتزم سبحان الله تختلف من شخص للثاني صحي وموضوع العناية بالأسنان صراحة متعب جدا يعني الشخص اللي يبغي يعتيني بأسنانه ويكون حريص عليها وما يكون فيه رائحة فم كريهة ولا فيه تصبغات صراحة متعب جدا والمتجات جدا كثيرة لكن لازم نكون حريصين عليها المنتجات مرة كثيرة دكتور دكتور خل نروح لآخر فاصل ويانا شرح حد أحب أن نتطرق لأمور ثانية وهو ابتسامة هوليود أكيد خليك معنا لكم أنا مستمعين لديكم أي سؤال بالعكس أكيد حابين نستقبلها في تويتر حساب الإذاعة وحتى حساب الشخصي للدكتور أسامة احنا حطينا في تغريدة أول تغريدة لنا لبرنامج حلو الكلام وصينا نهاية مشوارنا مع دكتور أسامة أحمد وأسئلة كذا عامة تهم المجال الطبية اللي أثناننا خاصا واللي مهتمين لازم تهتمون يعني وصل الموضوع للعناية المركزة دكتور صحيح تسوس طب خلو نروح للمبسمة هوليود يعني البعض يقول أنا ودي أكون مرتاح بابتسامتي عاطوا لحط العدسة هذه وأشوفها معني الكلمة سويا مهد متأذين زي أشيح بالموضة هل تعتبر أنها هي أحد خيارات العلاج؟ أحد خيارات العلاج التجميلية اللي للأسف تحولت إلى موضة في الفترة الأخيرة يعني هي تعتبر خيار علاج تجميلي عندنا نطرحه للمريض إذا كان يحتاج له لكن الكلام اللي قلناه في الفقرة الماضية أن تحولت الإجراءات خصوصاً ابتسامة هوليود اللي أكثر شيء تم الترويج له في السوشيال ميديا تحولت لموضة صارت الفاشينستها والمشهور في السوشيال ميديا واللي توثق أحسابه في الإسناب صار لازم يروح عيادة أسنان ويسوق لعيادة ويسوق لدكتور ما احترامي للبعض طبعاً اللي ما شاء الله عليهم ما يرضى أن يسوق لأي عيادة ولا أي طبيب اللي يتأكد من جودة العلاج لأنها راح تكون في ذمته كل الناس اللي راح يتابعوا العلاج يعني هم يلجؤون على طول إلى بسمة هوليود عشان هي البارزة أكثر بالضبط يعرفون بشيال ايوه صار حتى يعني مؤخراً صار خليني أرجع شوي لورا قبل خمس سنوات كان يجون المرضى للعيادة يقول يا دكتور أبغى سويها بسمة هوليود أبغى سويها حتى لو ما يحتاجها فكنت أرفض أنا مو بس أنا كثير من الأطباء يرفضوا عملها مع أنها مربحة مربحة للمركز مربحة ممكن توصل إلى ثلاثين ألف عشرين ألف حسب الشخص وحالته صح والنار شاهد بالموضوع الآن صار الشخص يجيني يقولي تكفى يا دكتور ما أبغى أسنان إذا يبغى يسوي تبيض ما أبغى لون أسنان يوصل لمرحلة الفاشنستات والمشاهير اللي نشوفه يبيض الناس طبعاً هذا ما هو بصحيح أصلاً الإجراء اللي تسوى واللي تم التسويق له هو مو صحيح إحنا ما نسويه إحنا نسوي شيء ناتشرال بناءً على شكل الوجه بناءً على لون البشرة بناءً على ميل في ميل ترى تفرق الأسنان يا جماعة ما هي صفة وحدة ما هي كل الأسنان ربنا خلقها سبحان الله لكل سن في طول فحح ولها يعني دورة بالضبط فما ينفع إحنا يا جماعة الخير نسويق لإجراء طبي تخيل إجراء طبي يتحول إلى موضة يتم التسويق لها إنه تعالوا سووها الآن يعني كأن الشخص المشهور أنت ما أخذني قدوة فلازم أنت تيجي تسوي شيء هذا إذا ما سويت أنت خسران كأنه شيء واجب عليك فصاروا البنات والشباب يتجوا لأهاليهم أبغى روح أسوي البتسامة هذه زي فلانة وعلانة وينسوا من ناحية الصحية كيف؟ بالضبط بالضبط قد تكون أنت مو مهتم بحالتك الصحية أو أسنانك حلوة سبحان الله أسنانك ما فيها أي مشكلة تحتاج لتنظيف وعناية كل فترة في عائلة الأسنان وتسوي تبيض أسنان ووضعك في السليم طيب الشيء بالتبريد دكتور برد إنه نبرد الأسنان نبرد الأسنان طبعا إجراء خاطئ تماما أول شيء زي ما اتفقنا الأسنان خطأ أنها تكون كلها نفس الطول عندنا أسنان نسميها السنترلز الأسنان الأمامية هذه الكبيرة المفروض تكون أطول من اللي جنبها اللي هم الصخار والأنياب تكون نفس طولها فسبحان الله ربنا خلق فيه توازن بالأسنان عشان تصير الابتسامة ناتشورل وطبيعية مرة جاءت موضة تبريد لهذا يبردون الأنياب كذلك يطولوها يمكن لا أنا شكرا تصير مستوى واحد إيو جاء بعدها آه أوكي تصير مستوى واحد هذا خطأ قد يكون زي ما قلت لك تم تسويق لها أنه يلا تعالوا سووها وأنا شكل أسناني صار مثل الأرنب أو فيه الابتسامة الأرنبية أو شيء زي هذه إحنا يمكن ما هي إجراء علمي صحيح بس ابتسامة هوليوود المسماء العلمي حقها هو الفينير سمعت فيه أكيد العدسات البينير أو العدسات اللاصقة كل هذه إجراء علمي صحيح نسويه لناس تحتاجها مين يحتاجها؟ مين؟ الشخص الذي لديه تصبغات شديدة الذي لديه إجراءات أو مو إجراءات حالات مرضية مثل الفلوروسز عندهم تصبغ شديد من جو الأسنان ما رح تنظف ما رح تتبيض مدخن شخص مدخن وعنده حشوات تجميلية وكسور في الأسنان وفراغات صغيرة هذا يحتاج أكثر من الناس الثانية نسويها مو إنما نسويها ننصح فيها مو إنما ننصح فيها لكن الشخص الذي يكون محتاج الإجراءات جميل يطيك العافي دكتور ترجمة نانسي قنقر